اشتركوا في القناة 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 انت قلت ايه؟ هيا دي الحقيقة انا ببا خلفش فوقت وكل الدكاترة اجمعوا اني مفيش امر في الخلفة ايه الكلام يا امامة اللي انت بتقولي ده صدقني هيا دي الحقيقة مش عايز اعد وشك بالله حصل هناك جوزي كان هيت جانن على طفل عايز حدي يورسه يمكن لو كنت جبت الطفل ده كنت اهطره طول عمري افضل عايشة معاه ولما لقى مفيش فايدة طلعني بدون ترطط ويمكن كنتي الحاسنة الوحيدة اني ما بخلفش ياه انت اسيت كتير قوي يا امامة اه اه اظن بقى بعد كل اللي انت اسمعته ده اكيد هتغير رأيك مفيش ده تتصرح في الحكم وفي الرد انت انسان ممتاز وتلاقي احسن بيني مش عايز اصلمت معها يا فؤاد اه دي بس اسيت امو فؤاد صدقيني ما تحمليش هم انا مش عارفة انتي قال انا ليه خايفة 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 قوي يا استي سميرة فؤاد ابني راح لوحده هي قابل عباس خايفة كلمة من هنا كلمة من هنا يشبكوا في بعض لا 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 من الناحيات دي اتطمني خالص دكتور فؤاد ما شاء الله شاب كويس مهزب تربي تمام مش ممكن يغلق بكلمة ابدا مع احد ما كان نفسي يا استاذ سعيد تكون وياه وتحضر الجلسة دي لا الحمد لله اني انا ما روحتش لاني انا كان ممكن ما طقش كلمة واحدة من عباس وساعتها انا ممكن اللي كنت اقشبك معاه ليه بقى هي دوازة ولا اخناق بس ان شاء الله ان شاء الله حنسمع سمع خير خير وحيجي منين الخير يا استي سميرة بقى انا فؤاد ابني النوارة يصوم يصوم ويجوز واحدة منطلعة بيحبها يا ست امو فؤاد بيحبها والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حل المشكلة والبنت رجعتله انا قلبي مش متطمن للجوازة دي كل شيء اسمه ونصيب والبنت كمان قالتلي انها لسه بتحبه ومالهاش زم هي زمبها ايه في اللي حصل وكل شيء تم على ايدك يا ست مو فؤاد عارفة انا لولا الاصول والتقاليد كنت خدت الولدين وروح تجوزتهم رغما عن سعباس ده بس قلت برضو ما يصحش يا ليه كنت عملت كده يا سعين اهو عباس كان حيز على شوية لكن بعد كده كل واحد كان حيرتاح يا باكن نفسي يا ساميرا يا غدي اجوز فؤاد وعمل له فرح كبير وزفة مش يجوز واحدة منطلقة سبق وانزفت على واحد غيره ليه ده فؤاد نوارة ده الدكتور فؤاد على سن ورمح يا ناس انسي وشرفت يا دكتور شكرا أبو مع سلامة فؤاد الله يسلم فؤاد نحب المرة الجاية نشوف والدتك معك اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى أكلم أستاذ عبد المعطي ماذا؟ ليس موجود؟ أين أذهب؟ مشوار؟ سأتكلم أخرى ولكن عندما يرجع سأتصل بالبيت طيب يا عبد المعطي إما وريتك إما شيبتك مبقاش رشيدة بنت أم رشيدة هتبحثني يا شباك ثاني أمتا؟ أنت كمان هتبحثين يا أول هبقى أكلمك باي باي تأخير باتنا باتنا موسيقى موسيقى من الأحزة موسيقى ما هي موسيقى والحمد الله موسيقى 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 لن تسهل نظرة من العربية لأدب قل أقدم ذككِ إذا windy غير حتي بعد ourselves هم المت XL انت conformmed لن تطعب نحن تطعب لأنك تتحلم إذا خراك ووفو شوف Philip ставت flagship أنت يا راجل! يا راجل داني شايفات بقناه اللي هيكلهم الدود وانت نازلتت مختر او من العربية وستهاني مواصلات لحد الباب من فضلك ما تضغطيش علي اكتر من كده انا في وضع ما اسمح ليش ان انا فهمك اي حاجة خلاص يا سيدي بدا من انتش فضع يفهمك يفاهني على كل حاجة انت منسكة وانا منسكة من فضلك ما تهديش كل انا ببنيه اركوكي مش حادر افهمك حاجة خالص دلوقتي ما هيتتكلم بقى وتقول لي اي حكايتك بالزبط يا ماليش عيشة معاك ما هي دي اصلها مصلحة البلد يا رشيدة مصلحة ايه يا اخويا البلد خلاص ما انا دلوقتي مضطر ان انا ضحي بنفسي علشان مصلحة البلد انت هتجنن يا راجل انت انت خرف تقول لي ايه بالزبط ما هي رشيدة اي كلمة حولها لك زيادة هتخش تحت بند افشاء اسرار عسكرية اسرار عسكرية انا اقول لك ايه انت هتنطق وتتكلم لحسن علي النعمة والنعمة اترب اجبلك امي ابويا يخلوها دندرة لا 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 كله اللي هبكي ايه ما خلاص احكلم اه رشيدة انا اصلي مخابرات مخيمين مخابرات 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 ايه انت بتقول ايه يا عبي ماتي ليه ليه بس يا رشيدة ليه ضغطت علي ليه خلتيني اعترف يا ماما ارجوك ارجوك يا ماما انا لا يمكن اوافق على الموضوع اللي انت بتقول عليه ده يا ماما هو انا اول ولا اخر واحد هيتجاوز واحدة مطلقة ياريت ياريت كان ادهي السبب الوعيد ليه بقى ان شاء الله وفي سبب تاني انت ناسي ناسي اهلية عملوا معانا ايه ناسي ان ابوها طاردك من ديته يا ام الموضوع ده كان زمان اماما مكانش لها اي زنب في اللحظة طب واحنا زنبنا ايه ابننا يتجاوز بنتهم اللي كانت متجاوزة وعاشت معكوزها كزا سنة يا ماما يا اماما انا لو كنت انستها او حبها انتها خلاص ما كنتش فكرت ابدا ان اتجاوزها لو كانت اماما يا اماما اتجاوزت بيارادتها وحدش غصب عليها ما كنتش فكرت فيها لحظة واحدها كنت قلت عليها انسان اخينا متستهلنيش لكن البنت ما عملتش حاجة من كده خالص البنت مش عارها نحيتي ما تغيرتش يا فؤاد يا فؤاد اي واحد عقله فراسه لازم يفكر كويس قوي ويقول دي اتطلقت ليه مش فاهم اصدق تقول ايه يا ماما اصدقل انها عاشت السنين دي كلها مع جوزها ما خلفتش ليه ما يمكن يكون السبب من جوزها ويمكن يكون السبب منها طيب يعني ايه المطلوب مني دلوقتي كان لازم تسألها تأكد يا ماما ان ردها ما كانش هيغير اي شيء في الموضوع يعني ايه؟ يعني انا بحبها يا ماما ولازم اتجوزها دي فرصة وجات لحد عندي مش ممكن اضيعها من ايدي ابدا يا ابني يا حبيبي في حد يوكس نفسه بايده وليه يا ماما ما تقوليش ان انا عاوز اسعد نفسي بايده يا ريد يا ريد تكون ساعدك وياها ده لابدع ليل ونهار ان اشوفك ساعد في حياتك يا حبيبي خايفة عليك يا فؤاد بعد انت اندم وتقول يا ريد اللي جربة كان يا ماما انا مش هندم الا في حالة واحدة بس لو قميما ضاعت مني مرة تانية نفسي يا حبيبي اتمن عليك نفسي احس انك عيش مرتاحة قبل مموت عارفة يا سانية عارفة انا كان نفسي في ايه؟ كان نفسك في ايه؟ كان نفسي السنة دي تبقى اخر سنة بقى ونرجع مصر وكفاءة شحتاطة على كده ليه؟ هي البند اللي انتو فيها هناك دي ما تقدرش تفسحه لعقد هي ابدا مفيش كلام زي ده امال ايه؟ نرجس يا سانية نرجس نرجس ما لها نرجس؟ مش عايزين نظلمها تظلموها؟ يعني ايه انا مش فهمة؟ احنا حوشنا تمن جهاز ازهار وحطنا هولها باسمها في البنك وقلنا خلاص كفاية بقى على كده ونرجع مصر بقى لكن لقيت عبد الفتح بيسألني بيقولي هي نرجس دي كمان مش بنتنا برضو قلت له طبعا وهي دي عايزة سؤال قالي خلاص يبقى هي كمان لازم نحوش لها تمن الجهاز بتاعها ونحطه لها باسمها في البنك وإلا كده نبقى نحس ان احنا ظلمناها يعني ولا انت انت ايه رأيك يا سنية؟ بصراحة يا سناء انا شايفة يعني ان عبد الفتاح عنده حق في اللي بيقوله ده زي ما انتو حوشته الازهار لازم كمان نرجس تاخد حقها انا برضو قلت كده مع اني يعني انا صعبان علي شق عبد الفتاح وعايزة يرجع ويستريح بقى بصراحة عبد الفتاح ده بيصعب علي قوي يا سلام يعني انا اللي ما بصعبش عليكي ما انا رخ رطف حق كتا معاه هناك ربنا يقويكم يا حبابتي يا حبابتي يا سنية ربنا ما يحرميش منك ابدا تسدي انا عمري ما حنس معروفك معايا ده معروف؟ معروف ايه؟ المعروف ايه؟ ازاي بقى يا سنية؟ هو انا حد ربالي عيالي غيرك انتي عيالك؟ دول عيالي انا كمان بقوا محتة مني فعما يعني ايه؟ عيالي؟ اهلا اهلا يا معلم ده انت منور انت عمر يا معلم عمر ويه الحلاوة دي يا عمي؟ ها؟ اما قصد شعرك تجنة لا يا معلم مش قصد يا معلم مش قصد ما انا شايفة كدامي طبعا زي العمر على السلام يا معلم اهلا 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 بسهل ده المطعم منور النهار ده منور بوجودة ايه الحلاوة دي ان شاء الله الاكل كل عاجب حضرتك من اواتلك قبل كان زي الامر بس حضرتك يعني كل مرة لازم تيجي بقى معك يديوف تيجي مرة لوحدك هيحصل هيحصل يا ماتر يا ماتر بقى بزمتك يا حبيبي لحيات تغسل ايديك انا بقى يا اميمة يا حبيبتي ناوى اعملك فرح ما حصلش لاي حد في الدنيا كلها فرح ايه بس يا فوقات انت ناس ان انا ان انا كنت متجوزة تابو مالي بقولك ايه انا عاوزك تنسي كل السنين اللي فاتت عاوزك تعتبر يا نفسك هتتجوز الاول مرة في حياتك انت بتقول فيها انا فعلا حاسة الاحساس ده حاسة اني بقيت اميمة اللي هتبقى بضفاير و هلقيتم ثانية على محاطة الوتوبيس طب ايه رأيك تيجي نجرب و نعملها نعمل ايه عاوزك بكرا الصبح تلبس مريالة المدرسة وتستنيني قدام محاطة الوتوبيس لا بقى انت عايز الناس تضحك علينا مش بتقول ان هو ده احساسك ده احساسي انا لكن الناس مش حاس ان ده احساسي احنا مالنا و مال الناس بقولك ايه لو كل واحد خاف من الناس و عملوهم اعتبار محدش هيعمل اي حاجة في حياته تسعده بقولك ايه يا فؤاد انت موافق ان انا اكامل تعليمي قبل الجواز ولا بعد الجواز بس عليك انت بتتاريق يا اوميما يا حبيبتي انا مستعد اعمل اي حاجة في الدنيا تتصوريها علشان بس اسعدك ألف مبروك يا دكتور فؤاد الله يبارك فيك يا أستاذ سعيد ألف ألف مبروك يا فؤاد الله يبارك فيك يا فؤاد الحقيقة انا طبعا بعتبيرك وعالتي علشان كده انا بستأذن حارتك يا أستاذ سعيد فان مادام سميرة تطلع لماما تحاول تهديها شوية بس خلي بالك يا دكتور لازم والدتك تعرف الحقيقة دي ان اوميما ما بتخلفش مقدرش يا أستاذ سعيد تعرف ماما انا بالنسبة لها ابنها الوحيد وهتتضايق قوي من حكاية زيدي تأكد ان انت من ساعة ما هتتجوز منطق هتفضل تسألك ما بتخلفش ليه ما بتخلفش ليه بعدين هي مش هتتضايقه بس هتحس ان انت تحكت عليها وحرمتها ان تشوف احفادها الصراحة يا دكتور فؤاد في المسائل اللي زي دي شديدة الاهمية عشان انت ترتاح بعد كده الحقيقة انا زي ما كان عندي امل ان اوميما تتطلق واتجوزها انا برضو عندي امل امل كبير قوي في انها تخلف رحمة ربنا وشعة قوي وكرمو كبير بخصة عقبة الناس مجيب افحاديرة اجاب بطلق بس انا بقى فهمت الوحدي وهقدم لها تورلي هم هم برابو عليك وانت كده فهمت السيستم بتاع الرسطران انا هزودك تلات ايام ها؟ ها؟ يال رمسي ايه ده؟ ايه ده؟ اولا انا طلبه سمت انا عارف حالي طلبت سمت بس انا قلت افيد لحاليك ايه تورلي انت هتأكني على مزاجك؟ روح رجعه فيه فيه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اولا انا طلبه سمت وهو عايز تأكني على مزاجه انت بعدين معاك ده؟ انت حلبوز المطعم بالشكلة ده؟ يا جدعة لازم تسمع الكلامة اليوف فضل فضل مخصوم منك ثلاث ايام لا 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 خلاص خلاص سامح خلاص كرسية فان ايه دي الهان؟ فضل فضل يا سراح انا في الحقيقة مش عارف حالي حضرتك ازاي؟ حضرتك عارفة؟ الراجل ده فتح بيته عنده اولاد كان بيته هتخير بالوقت لولا لطفة حضرتك وظرفة حضرتك في الحقيقة ربنا يخليك لنا ربنا يخليك لخدمة المجتمع ربنا يخليك لمصر موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 فراغ ترجمة نانسي قنقر كنقر ترجمة نانسي قنقر تعليم ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر